موسيقى كي عزبني شبرح الكلمة دي المعاقم فرستها هنقول بالميم ماضي نحو تحقيق أهدافي بالعين عازم على تخطي السعاد بالألف ألف بيني وبين كل الناس والقاف قوة أستمدها من الله سبحانه وتعالى الحب إياها الشحاج عظيم بسم الله خلقها في القول بدينا ولكن الأعظم من ذلك هو وجعلنا بينكم موضة ورحمة سبحان الله لأن الموضة ورحمة هي التي تغذي ذلك الحب بسم الله والسلام على رسول الله أولاً كنشكرك إنسا في الاستضافة للتفاتة في سنة 1899 كانت بعض المحاولات في القطعة الخاص ومبعد حصلت على وظيفة في القطعة العام وكانت وظيفة جيدة ومباشرة نمورها في السنة الأولى في العمال يعني في دومي الآن بالضبط تعرضت من حديثة تسير اللي كانت السبب في الإعاقة ديالي الحديثة يعني جاني كسر في المستوى العام والفقاري يعني وخال العمالي الحمد لله نجحات وكذا يعني في الرباط كان الدكتور بروفيتور العزوزي ولكن تابعت ما بعد ذلك حقاً العمالي كانت خطيرة ودقيقة جداً وحلي قلت لك الدكتور حسن الأزامي واكبني طيلة ديالك الفترة حتى يعني استقرت الحالة الصحية ديالي شكل نوعاً ما لو لا أنه كان واحد الحضن دافئ اللي قدر أسرتي أولان الأصدقاء الجيران المعارف يعني رخصك توتاني كيب باش تقدر تدوز هذا باش تنوض من جديد سلي كان كيجي كيزورني في واحد الوضع متألم شوية كده كان كيخرج من عندي كيدحاك دائماً نحافظت على ذلك كان فيه واحد لسانس ديالي وبقيت محافظة لي وحقاً في ذلك الظروف اللي كانت الحمد لله كان كتشف شوية العمال الجماعوي كان مواكبي مرة واحدة كان كتشف العمال الجماعوي نخارط في الجمعيات هذول اللي هضرنا عليهم سبقان يعني في الولد مما ما كان ونخارط طبيعاً الحال موازة مع ذلك بديت تعبير على هذا الواقع اللي كتشفته بديت نحاول بعض الكتابات في مجد إعاقة وكانت أول موضوع كتبته كان إعاقة بدون حارج حاولت ناولته كيفاش هذا النظر النمطي المجتمع كيفاش احنا مسؤولين عليها بجوجبنا ماشي نحطه اللائمة فقط على المجتمع إنما تشخص فضيت إعاقة عنده دور تاوه مخصوش يكون عبتاني يخرج المجتمع بديك الصيغان مما اسكه لا حاول تاوه يخرج ويفرد رسوف المجتمع يعني هذا الحاجز ديال الحارج خصويت تكسر ولقيت في اللائمة على الطرفين لن نكونوا موضوعيين لا نحملوش اللائمة على الطرف دون الآخر طلق نخيرات ديالنا في الجمعيات ولكن كان خاص بيمكن ندافع إلى القضايا ديالنا إلا بتقويية قدورات ديالنا أولا حنا كنوك نعرفوا بعدها ماذا نتعطرنا مما صار دي ما شابه الإعاقة في المغرب نقارت ناك مجموعة عن الدورات تكوينيه وإشتقويين القدورات ديالنا نحن بعدها كافعين جمعويا ومن بعد جات كان بحث على مبارايات مبارايات نحاول نحصل لها على القار وجت المباراة ديال المحررين القضائيين والحمد لله جاء الله فيها تيسير فأتب شركة الحياة ديالنا مريا مراقي والزواج ديالنا كانت تاني واحد دفعة وتاني إضافية ونوعية كيبقى أقرب شخص لي كيكون هو والزوجة والزوجة طبعا والحمد لله جات مباشرة مرهد لا تلاقينا في مركز تكوين مهنين مختلط لقد كان مجموعة فورماسيون الحمد لله كانت نتيجة يا الزواج الله عمال الحند صبح الله هو الأقدر ضل الله عز وجل أنا دائما كان عندي طموح كبير أنني مزوج ماشي أي راجل فصلح الله في 2009 قررت هذا المجل الإعلاميات كان عندي ضعيف أول مرة كانت أعرف على ناس في وضعيات إعاقة عمري لا في العائلة ولا في الجيران عمري ما كان أعرف هذا الناس هذا الناس كما قال رابع كان شوفوا فيهم ذلك النظرات النمطية مساكنة ابتلاء الله عز وجل ابتلاهم إلى آخر يعني النظر اللي كيشوفوها المشامة كان عدنا حلقة مميز صراحة كنا كنا نحسون بحل الألفة وحط الصحبة مع بعدياتنا وكان رابع من المميزة ديال وأنه مستحر يدخل وما يستلمشي على كل شي دائما ديك الابتسامة ودائما أبشر الكلمة الرسمية عنه دائما ديك الابتسامة هو صبح الله وحل نجي داب غريب صراحة نجي داب كنا نحس أنه قلت ديك ساعة قلت الدعاء ديالي ربي يستجب الدعاء ديالي كنت نسمنا حل الإنسان عندو حل مميزات والصراحة المميزات اللي كتميز رابع تتغطي على الإعاقة فمن بعد كتاب وأنه نخصنا نزوجه كشي كيفاش نسينا مع أنه كنت حركية بزاف وظلا في الكلية في الجمعيات كيفاش زمن نسينا هذا التاريخ ديالي ونسينا هنا ونسينا هنا وعدي راجل في وضعية إعاقة يعني هذا نظرة المشامة للأسف وكأن هدنات اللي في وضعية إعاقة لا يوجد حق يتزوجه وأنهم يتهم عنده بحياتهم فأنا تحديت للجامع من أجرام يقولت يا الصاحق الصراحة إعاقة درجات وعامقة وثاني بدرجات يعني يتخطيها على مستوى الداتي على مستوى التصالح مع راته هو يقبل إعاقة عاد على مستوى الأوسري واشقاوح الأسرة اللي فعلاً يجب أن يتحفظها هذا موقف الدار ومن غاد يخرج يكراهت على مستوى الولوجية والولوجية ترى أنه والولوجية بشكل عرضاني ليس غير الولوجية على مستوى الأرصيفة والولوجية على مستوى الأرصيفة على مستوى النقل على مستوى الولوج من المرافق العمومية بشكل عام هذه بوحدة رأي نظرة نماطية لمجتمع والتي يعني مكرسة في دراسة إن الأشخاص في وضعية إعاقة ونحن الناس محتاجين للرعاية الاجتماعية الناس محتاجين للشافقة محتاجين للحانة بشكل مبالغ فيه كيدرب خصوصاً فيك اليوم العالمي أنت قلت اليوم الوطني ديوم العالمي كبينو الناس كان فرقوا عليهم كراسا كان فرقوا يعني ما كينش نهائياً تشي نموذج واحد برصيس من الأمل راه ممكن المعاقي كانت مني يكون مستقبل مشرق زاهر من كل أشخاص فوضياتي عاق مستقبل يكون تحتارن فيه الكرامة الإنسانية لأشخاص فوضياتي عاق ميساج كان قولوني الأشخاص فوضياتي عاق تسلحوا بالإيمان وتشبتوا بالأمل يستبدوا من الإرادة الدفينة اللي أكيد عند كل واحد فيه أننا نحن طاموحين يعجبنا دائما الأفضل وخاف القمة دي الأزمة دائما نقول لغة تحسن عايقون الأفضل دائما دائما نشوف الجانب الخيري في هذه الإعاقة وأنك أنت الحمد لله إنسان متعلم وعندك بزارة المميزات كينا طموح كينا حب للناس كينا خوف من الله فبالتالي أنت تخصك تكون سافر دل الإعاقة دائما تكون سافر دل الإعاقة الصراحة لأن الإعاقة محتاجة صراحة نقول الإعاقة محتاجة ناس عندهم الإعاقة اللي يدافعوا على الإعاقة لأنه لا يوجد شيء واحد يدافع على الإعاقة قد الشخص في وضع إعاقة الحب هي شيء عظيم الله خلقه في القول بدينا ولك الأعظم من ذلك هو وجعلنا بينكم موضة ورحمة سبحان الله لأن الموضة ورحمة هي اللي تغذي ديك الحب ودائما كان قوله الحمد لله اللي انتال زوج ديالي صراحة دائما تقدر تقول له هوا قدامة تقول له شي حاجة شي رسالة كان قوله الحمد لله أعظم هذه الصراحة رب يرزقني فيها في الدنيا ونتمنى الله فعلا ما نقصر شي في حقه ونتمنى الله عز وجل ليجعلنا إن شاء الله أزواج الدنيا والآخرة نعم إن شاء الله ربي ما يفقنا شيء في الدنيا والآخرة ونتمنى إن شاء الله نكون نحنا ونحن نموذج لإعطي الآمن للناس هي الحب هي المودة والرحمة هي الدعم هي السند وككلمة أخيرة هي السكن ترجمة نانسي قنقر